التعايش مع الكورونا احنا لما سعينا في تعقيم البيوت والشوارع لقينا اللي احنا بندخلين في بحر ملهوش نهاية طب ايه الحل طب ماشي انا اتقمتلك بيتك ان لارضة طب بعد كده نازم تقمتاني طب ما هو هيخرج برة هيحتكب ناس هيجي لولاده فاصبح كده من هنا فكرت الفكرة موابات التعقيم ان انا احطها على اماكن حيوية انا خلاص خرجت رحت شغلي احتكت بي ده احتكت بي ده وانا راجع بيتي هو ده مربط الفرص انا مش عاوز اوصل المرض لبيتي مش هضر مش هنراح اشتغل عشان خاطر كحضرك عملت بوابات عملت بوابات التعقيم بحس ان انا حضرك بتعدي منها قبل ما اتروح خلاص كده انت ان شاء الله كان فكرة حضرك اماكنها تكون فيه كان حلمي ان انا احطها على مداخل ومخارج متر الانفاء اذا كانت شبرة الخيمة محطة شبرة الخيمة اللي خاصنا فيها طب ما كان مزدحم وطبعا اي حد اذا كان بيروح الحي كله وممكن احياء جنب احيان فكت عاوز احط عند محطة شبرة الخيمة ومحطة كلية الزراعة طبعا الموضوع احاول عشان اتجيب تصريح بس للأسف الموضوع فشل اشتركوا في القناة